استعرض اجتماع عقد في العاصمة عدن برياست وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي وضم قطاع الاسكان بالوزارة عدد من القضايا ذات الصلة بمشاريع الاسكان لذوي الدخل المحدود وتطرق الاجتماع إلى نتاج لقاء الحريزي ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملسة بشأن اخراج المقتحمين لمباني مشاريع الاسكان الخاصة بذوي الدخل المحدود والجهود المشتركة بين وزارة الاشغال ومحافظة عدن من أجل عادة توصال الوزارة وقافت مؤسساتها للإسهام في أداء مهامها ومسؤولياتها ووجه الوزير الحريزي بتشكيل لجنة للطلاع على أوضاع مشروع ذوي الدخل المحدود وإشكاليات التوريد المالي للأقصات المالية المترتبة على المستفيدين من المشروع بمحافظة حضر موت وتقييم وضع مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود في العاصمة عدن اشتركوا في القناة